السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أختي الشيخ عندي بس سؤال حبي بس ألعني تفضل أختي عندي الدورة الشهرية تقريبا مرتين بالشهر نعم أوقات مثلا بدل أكثر من أسبوع دل عشر كيام لحد الخمسة عشر يوم بدي أعرف بس شو حكم الصلاة والقيام بهيك وقت إن شاء الله أهلا وسهلا نعم بدل لحد الأسبوعين أو أوقات بدل مثلا بعد الأسبوعين بعد ما تخلص بعد يومين سات ترجع علي إن شاء الله تسمعين تسمعين التفصيل في المسألة إن شاء الله تفضل يا علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يرحب الشيخ حياك الله يا علي الله يحفظك أندي سؤالي تفضل سؤال الأول يا شيخ هل من السنة ترك صلاة الله أحيانا لأنني سمعت في بعض الأمام يقولون أن الرسول صلى الله عليه ما كان يداوم عليه كان يصلي أحيانا ويطلق أحيانا يعني لو يوم بعد يوم كذا هل فعلا أفضل أن نتصليها يوميا إن شاء الله والسؤال الثاني اللي التزم يعني بالسيام سيدنا داود عليه السلام يعني هل يعني كيف يواجه إلى أيام اللي مستحب صيامة زي عاشورة أو زي عارفة يعني كيف يتصرف يعني يعني إلي إلى واقفة قد فطرة أولين سنين وخميس يفطر عادي يعني أنه ملتزم بالسيام أهم منه يعني سيام يوم وفطر يوم إن شاء الله علي حياك الله تفضلي يا أسماء 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 السلام عليكم عليكم السلام يا أسماء تفضلي يا أسماء أسماء من اليمن تفضلي تفضلي ثم معنا وحدة كان مريضة ثم معنا وحدة مريضة وبعد سنتين نفاطي بعدها قال يعقدوا بينما يعقدوا وانشش بهي يا أسماء هذه وحدة مريضة إيش فيها يعني يريد أحد يخطبها يعني ببعدها مالشيطاني وبعدها وانما وانما خاطب السنتين بعدها قالوا هذيك يعقدوا بينها يعقدوا بينها يعقدوا من أجل المرض عقد الزواج يعني يعقدوا عقد الزواج أيوة وبعد هذا وكانوا لمراضين ودخلوا وذلك بعد معقدهم كانوا يدخلوا خاطب خاطبين يدخلوا مع رضوان وهذا في السنتين مخاطب يدخلوا عندهم يقرأوا فوقهم مالشيطان يا أسماء ها أنت الآن تقول إن هذه وحدة مريضة بالمس وقالوا لها يعني يقرأوا عليها وما نفعوا وبعدين قالوا لها يعقدي وإذا تزوجت إن شاء الله يعني يروح عنك هذا الشيء هذا سؤالك أه وبعدين وهم عقدوا 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 بهان وبعدين 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 ومن يدخل يخرج عندها موح حرم من يدخل ويخرج عندها دعقدوا دعقدوا باستعقدوا بهان اللي عقد العقد النكاح يعني أي يعني إيش دخلوا هذا هذا يعقدوا يمشي كيف يدخل عليها ويطلع بدخل وخرج وقد عقدوا بهان العقيدة استعقدوا استعقدوا وقد عقدوا عندها طيب يا أسماء طيب شوفوا وحدة مريضة على ذهي هي بمسكة طاني كم تكن ترقي بيوم النساء طيب إن شاء الله إن شاء الله فصل لك بحول الله السؤال الثاني ها السؤال الثاني وحدة مريضة كم تكن ترقين على نفسها اليوم خلاص فهمت السؤال كم رقية ترقي نفسها باليوم خلاص فهمت السؤال هذه أسماء بارك الله فيك مع السلامة من فضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله أهلا وسهلا أخي محمد فضل يا محمد بس عندي سؤال أريد أسألك أنا حاسس أنه هذا عمل لي عمل أي أمورنا كانت بخير أيوة أموري طبيعية أنا وزوجتي طبيعية مئة بالمئة بس أدى ما بدي أنام أنا ومرتي بالفرشة أي ما فينا ننام نحاول وجه الصباح لسلطة الصباح كذا مرة مرتين ما عم ننام نعم حس فيه برّ عم تنغذك شيخي وكم لكم متزوجين محمد طن 18 سنة أي وهذا جديد الأمر عليكم الجديد هذا صلوه شيء ستة أشهر من ستة أشهر طيب يا محمد أسمع الجواب أهلا وسهلا تفضلي يا أمت الله سلام عليكم شكرا عليكم السلام رحمة الله يا شيخ الله يرضى عليك عندي مريض وبيقرى صورة البقرة كاملة وهنا ببنية الشفاء يجوز أم لا يجوز تهدينها أقراها يعني بنية الشفاء له أقراها أنا عن نية الشفاء أنت تقرأينها أيها أنا أقراها إن شاء الله وطيب والسؤال ثاني هل أقراها لا أقراها كلها أم لا أقرا قدر المستطاع إن شاء الله يا أمت الله طيب يا دكتور في واحد مريض وشسمه وتريرها يعني القبلة وراه يعني لا يقدر يقدر صلي القبلة إلا في جهة الشرق أي يعني يعني يجوز أو لا يجوز في البيت أو المستشفى لا والله في المستشفى وبعدها ما نقدر نحرك السرير السرير ما نقدر نحركه إن شاء الله يا أمت الله ودكتور بعدها عندها شسمه ينزل ينزل معه يكرمك في الحفظة يعني ويقول وقعد كده سبوع يقول ما نمصلي وانا يعني ما نبطاهر يعني وش يسوي معه كبير في السن هو يعني الله عافي يا رب الله عافي عافي إن شاء الله رب استراك مرحبا أختي مرحبا تفضلي أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله عندي تأذن لو سمح تفضلي أختي البرحة قلت الوحدة من المشتركات أنه ما يحير النشاء أو المرأة يعني ما يحير تأذن أو حكوم اللي تتسوي لك نعم نعم بريطانيا بريطانيا ما عندنا جامع يعني أذن يعني همينا لكي ندفل على الصلاة لو لازم نهذن يعني إن شاء الله السؤال الثاني بالنسبة للأذان بعيد الرسول يعني كان يعني يأذنون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يعني شون تبدل الأذان قد نشار غير الشكل كيف كيف أم عبد الله الأذان في عهد الرسول كيف كان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر من وين جبت هذا يا أم عبد الله أنتم عايشين أنت مولودة في بريطانيا أو مهاجرة لا لا مهاجرة لا كيف يا أم عبد الله ما في أذان عندنا في جميع الدول الإسلامية جميع الدول الإسلامية ما يأذنوا بالطريقة هذه أبدا الله أكبر أربع مرات بعدين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر مرتين لا إله إلا الله هذا عرفة طيب أنت تقولين لا قبل أيام الرسول قبل من بلاد هذا أذان رسولنا هذا كان هذا خاف شايفه مسلسل غلط ولا شيء ولا فيلم ولا شيء هذا نفسه يعني نفسه بالضبط ما تغير هو هو أبدا هذا من الرسول على سلم نحن نعرف أنه بلا كان يبسل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ما نعرف أنه نفس الأذان طيب أصل لك إن شاء الله عبد الله طيب عندك سؤال آخر بعد بالنسبة لأدعي الأولادي أسجد أقول سبحان الله أعلمت مرة وبعدين أدعي وهم قبل أسمعت أنه يومين شفير يعني أنهم لازم داخل الصلاة لأنني داخل الصلاة ما أقدر أسجد يعني أنهم على كل شيء بس أقدر أضف وأقدر يعني ما أقدر أسجد أنت متى تدعين يوم عبد الله متى تدعين بعد الصلاة؟ لا مو بعد الصلاة في أي وقت أسجد وأقول سبحان الله ثلاث مرات سبحان ربيه الأعلى سبحان ربيه الأعلى وبعدين أجد أي سجود هذا يا أم عبد الله أي سجود الله يرضى عليك أنا ما أقدر أسجد بالصلاة لأن بس أقدر أغرف وأقدر أرصح طيب وبعد الصلاة تقدرين تسجدين يعني؟ يعني بالقوة يعني بالقوة هذه عندك مشكلة أم عبد الله كبيرة جدا إذا كنت تستطيعين السجود بعد السلام بعد الصلاة وما تسجدين أثناء الصلاة هذه مشكلة كبيرة أم عبد الله كيف؟ مو سهلة على أكثر يعني يعني مو سهلة علي السجود طيب هذا أنت الله يرضى عليك تقولي أنا أقدر أسجد بعد الصلاة وإن كان بصعوبة طيب أنا بفصل لك أنا فهمت فكرتكي وإن شاء الله بتسمعين مني جواب مفصل في هذه المسألة لو تنتبهي لهم عبد الله يعني بشكل دقيق شكرا مرحبا أختي أهلا وسهلا أم محمد أم محمد ألو السلام عليكم شيخ عليكم السلام أخوة الله عندي سؤال واحد يا شيخ تفضل أنا أنا مرة شعري طويل طويل وريد أن أقصه بس زوجي رافض أني أقصه يعني منكثر ما هو طويل جدا 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 يعني يسبب لصداعات فراس يعني هل أقصه وهو يعني مراضي أم لا إن شاء الله يا محمد يلا شكرا أهلا وسهلا أم عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلامة الله سمحت شيخ عندي استفساء بالنسبة لقراءة القرآن هل أنا محاسبة إذا ما حتفظت القرآن ولا بس عادي إذا بس قراءة إذا كان الله خير إن شاء الله أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله مرحبا مرحبا أختي كل عام أنت بخير أنت طيبة شيخ عندي سؤالين بس تحلهم لي تفضلي أول سؤال لو واحدة من البنواتي خطبت علىها شوي زعت معها شوي استهد غضب وهي يعني تحطني في النصب في الرصب عندي وحرفت على ندر لا تحطني في رصب الشيء أم أحمد نعم لو تسمحي لي بس شوي شوي لا تستعجلين في السؤال لأن الصوت مش واضح وبعدين أنت مستعجل عيدي لي السؤال لو سمحت عندك أحد بناتك أقول بأحدة من البنات زعلنا نقامها ما عندها؟ زعلنا معها زعلنا معها شوء نقشنا مع بعضين أنت زعلانة معها نعم طيب أيوة ويتحط في الرصيدي اللي في النصيب قلت لها ولا ما تحطيه معك وش تحطي أم أحمد؟ حطي فلوس يعني رصيد وين؟ في فلوس يعني في حسابي في حسابك يعني نعم أيوة وزلت معها وزلت ندر ما رجلت ولا محطين درهم أندي حلفتي ولا ما تحطين درهم نعم ندر ها؟ ندر ندرتي وش قلتي؟ نعم وش قلتي؟ وزلت ندر لا تحطين ولا درهم حسابي ما تحطين بحسابي نعم أيوة وبعدين؟ وزلتين يا شيخ تبعت لي الآن ترسلك ها؟ نعم طيب إن شاء الله يا محمد سؤال الثاني والسؤال الثاني يا شيخ صليت صليت العشاء العشاء صليتها أيوة وخليت وصلت الشفاء ورقت رقت يعني لين صلت الفجأ ونصرت الوتر أي ثاني يوم صليتها متى صليت الوتر؟ صليت والله ثاني يوم مع العشاء متى بعد كم يوم؟ لا لا ثاني يوم بعد اليوم الثاني يعني؟ أيوة أيوة يعني اليوم الثاني قضيته مع العشاء أيوة إن شاء الله يا محمد السلام يا محمد مرحبا مرحبا أهلا وسهلا تفضل يا متى الله السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله أنا أحبك في الله وأحب برنامجك الله يحفظ أحب بك لكي أتفرج برنامجك بارك الله فيك الله يحفظ بارك الله فيك عندي سؤالين سؤال الأول أنا يعني الحمد لله نطلي أوقاتي كاملة في وقتها إلا الفجر يعني لا أستطيع أن أقوم ما نقدرش نفيق نعم يعني في بليل أشرب دوائل اكتئاب يعني يعني خديش ما نقدر أسحى يعني يعني ما نقدر نعم يعني ساعات ما نقدر نفلي وساعات ما نقدرش يعني نسمع الأدان إيه على الجوال لو نزوجي نوضي صري أنا ما نقدرش يعني طيب طيب كأني ميت يعني نطيح نربط خلاق واضح واضح ما هو واضح أخت الفاضل عطينا السؤال الثاني السؤال الثاني أنا كنت صغيرة يعني في عمر عشرين سنة لأتبكر اخترت رمضان يمكن يومي أو ثلاثة والآن كبرت عرفت صباح وشنا قبرنا عملي يعني بهم نكفر على هذا الشيء يعني ما قضيتيهم ما قضيتهم كنت صغيرة ما كنت نعرف ما كناش الوقت نعرف هذا متى كان قديما أنا لآن عندي خمسين سنة وكان في وقت في عمر ممكن عشرين سنة أو تعتش نعم طيب يا أختي أمت الله أبشري تسمعين الجواب بارك الله فيك الله يحفظ الله يحفظ يبارك فيك طيب طيب أكتفي بهذا الخدر بارك الله في الجميع طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة عندي الأخ أحمد بن أبوظبي بارك الله فيه يقول هناك طالب جامعي في آخر سنة من سنوات الدراسة يقول في إحدى المواد المواد هذه مقسمة على مجموعة من الطلاب هو أحدهم طلب منهم الدكتور أنه يعملون تقرير بحث وتقرير يسلمون التقرير يقول يعني بعض الطلاب المشترك أنا معهم يقول أتوا بأعمال سابقة ووضعوها فقط غيروا بس فقط الشكل يقول أنا أنكرت عليهم لكن رفضوا وسلم البحث بما في هذا اسمي معهم يقول ماذا علي أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ما عليك شي ما عليك شي أنت أو الذي تسأل عنه ما عليك شي يعني ما دام أنك ولله الحمد لم ترضى بهذا الفعل وأنكرته لكن ما استطعت أنك تغير ولو أنك رحت وذهبت وأخبرت ربما ترتب على ذلك ما في سده بالنسبة لزملائكم والذين يأثمون وعليم أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إلى الله ولا يعودوا لمثل هذا الأمر يعني مستقبلا وبالنسبة لك لابد كان طبعا من المفترض أنك تتخذ موقف سابق يعني في بداية الأمر أو على أقل تقدير يعني يصير هناك إضافات يعني تظهر شخصيتكم في هذا التقرير وفي هذا البحث بدل ما أن تنسخوا شغل غيركم وتتركوه وتضعونه بين يدي الدكتور وتأخذون عليه درجات عموما هذا عمل يصدر أحيانا من بعض الطلاب ولا ينتبهون لمسألة الحلال والحرام إن شاء الله أنت بالنسبة لك ما عليك شي ولله الحمد والمن أحمد يقول بعض الناس يجلسون إلى بعض المشايق لطلب العلم الشرعي ولكن بشكل غير صحيح يفهمون فهما مغلوطا يقول يعني هل الحجة مقامة عليهم وهل إذا نقلوا هذه المعلومات المغلوطة إلى الآخرين أو صلوة خطأ أن يأثمون أم هذا أحمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لمثل هذه المسألة أولا قضية الفهم الخاطئ أو المغلوط يحصل في مسألة مسألة ثين وهذا موجود هذا موجود حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تنكر على بعض الصحابة وتقول إن السمع ليخطئ فوجود الفهم المغلوط لحديث أو لتفسير آية أو لمثلا فتوى شرعية موجود موجود هذا منذ قديم الزمان لكن أن يجلس طبعا في مسألة مسألتين مسألة مسألتين أما أن يجلس شخص عند شيخ ويأخذ العلم من الشيخ بشكل يأخذ العلم من الشيخ بشكل مغلوط كامل وينقل للآخرين هذا على خطر عظيم نسأل الله العافية والسلام لأن هذا ما يتصور أنا ما أتصور شخص الآن يجلس عند أحد العلماء ويأخذ منه علم ويفهم وفهم مغلوط بالغالب أو الكامل يعني يفهم العلم كله غلطا أو أغلبه ما يوجد هذا يا أخوي الفاضل أحمد بارك الله فيك لكن مسألة مسألتين ممكن تقول لي لا هؤلاء يجلسون أصرا هم لا يريدون طلب العلم إنما يجلسون جلسة واحدة أو اثنتين وينقلوا الكلام لا هم الذين يأثمون عليهم الوزر وعليهم الإثم نسأل الله العافية والسلامة ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يصححوا هذه الأشياء التي أخذوها مغلوطة عن هذا العالم فهموها فهما مغلوطا وكان الواجب عليهم أن يستفسروا وأن يستفصلوا وأن يستفهموا من الشيخ وأن إذا مثلا أشكلت عليهم مسألة عموما المسألة هذه أحمد غير متصورة إذا كانت في نقل علم كامل أو غالب غير متصورة أما إذا كان فهم مسألة واحدة مسألتين بشكل خطأ هذا موجود منذ قديم الزمان ويُعذر الإنسان مدام أنه ما تعمد وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن متى ما إن فهموا هذه المسألة يعودون إلى من يعني نقلوا لهم ويخبرونهم بالصواب أمين من عمان بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تقول في سورة الغاشة يقول الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تقول لماذا قدم ذكر الإبل هنا مع أن السماوات خلقها عظيم أمين بارك الله فيك أولا بالنسبة لمسألة التقديم هنا ذهب جمع من أهل العلم من أهل التفسير على أنه لا حكمة له يعني ليس هناك حكمة في التقديم لأن التقديم هنا غير مقصود التقديم هنا غير مقصود وقالوا بأن هناك آيات كثيرة ذكرت السماوات والأرض فقط هناك آيات كثيرة استقلت بذكر الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلينظر الإنسان مما خلق هناك آيات كثيرة يعني استقلت بذكر بعض آيات الله ومخلوقات الله سبحانه وتعالى الفريق الثاني قالوا لا بأن تقديم الإبل هنا مقصود وذلك للحكمة العظيمة من خلق هذا الحيوان فالإبل خلق عظيم وهي من أنفس أموال العرب ولذلك الله جل وعلا خاطب هؤلاء العرب الأقحاح الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بالله وإلى الإسلام أن ينظروا إلى هذه الإبل التي هي من أنفس أموالهم كيف خلقها فالله جل وعلا خلق الإبل خلقا عظيما ولذلك النظر إليها بدل أن يكون نظر فائدة دنيوية أن يكون أيضا نظر فائدة أخروية بأن يعلموا كيف خلق الله عز وجل هذه الإبل وهل أصنامهم وآلياتهم هي التي خلقت الإبل وهي التي صورت الإبل ولذلك خلق السماوات والأرض عجيب لكن خلق الإنسان أعجب قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم والإبل آية من آية الله هذا الحيوان العملاق الكبير ذل له الله قال جل وعلا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وبعدين كل جزء في الحيوان هذا في الإبل في الجمل كل جزئية من جزئيات آية من آية الله سبحان الله و لذلك الإنسان مطالب أن يتفكر و لأهل العلم كلام بديع جدا في التفصيل في أجزاء هذا الحيوان ممكن يراجع في كتبهم أمينة تسأل عن البيت المعمور تقول هل يرفع فيه الأذان و هل إذا هدم البيت المعمور تهدم الكعبة و هي تتمنى أن تدخل البيت المعمور و تطوف فيه أمينة بارك الله فيك و رضي الله عنك البيت المعمور غيب البيت المعمور غيب و نحن نؤمن بالغيب قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و لذلك من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب الأمر الثاني بالنسبة لكلام في البيت المعمور لا بد أن يكون بوحي يعني جاء في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه و لسلم و ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه و لسلم أن البيت المعمور في السماء السابعة البيت المعمور في السماء السابعة و أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه و هذا يدلنا على عظيم خلق الله تعالى للملائك على عظيم خلق الله للملائك يعني يوميا يدخل البيت المعمور سبعين ألف ملك هؤلاء إذا خرجوا لا يعودون إليه يعني يأتي غيرهم وهكذا وجاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور هو على جهة الكعبة بمعنى أنه لو سقط لسقط على الكعبة يعني لو سقط من السماء السابع لسقط على الكعبة ورد هذا في أحاديث وغير ذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك ما عندنا شيء هل هناك أذان يرفع في البيت المعمور ما عندنا دليل هل البيت المعمور يطاف حوله أم أنه يصلون فيه ما عندنا شيء يدل على هذا أو ذات هل البيت المعمور يوم القيامة يدخله أهل الجنة ما عندنا شيء من هذا القبيل بارك الله فيك أمينة تسأل عن ما يحصل عند بعض الناس الآن من تصوير الميت أو الشخص الذي على فراش الموت وبعضهم يعني ينشر هذه الصور وشيء من هذا القبيل وتريد كلمة في هذا الأمر أمينة بارك الله فيك وشكر الله لك هذا الطلب لأنه وللأسف الشديد يعني يوجد أستطيع أن أقول ظاهرة الآن بسبب وجود هذا المحمول الذي في أيدي الناس أن بعض الناس وللأسف فعلا يعني لم يجعل للميت حرمة ولا للمحتضر حرمة فأصبح بعض الناس عندما يزورون المحتضرين الذين على فراش الموت وصورونهم ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن المحتضر يكون في حالة حالة شديدة من النزع والمعاناة والمقاساة وبعضهم يبدأ يصور الميت بعدما يلفظ أنفاسه وبعدما تخرج روحه وشيء من هذا القبيل الذي في واقع الأمر هو اعتداء على حرمة هذا الإنسان وهذا عبث نسأل الله العافية والسلامة ولذلك يحرم على كل إنسان أن يصور ميتا بعد وفاته إلا في حالة الضرورة كحالة جنائية مثلا وهذا باختصاص الجهات المختصة التي تنظر في هذا كأن الحالة جنائية أو شيء من هذا القبيل أما والله فقط تصوير الميت أو تصوير المحتضر فقط للا شيء هذا من العبث وهذا من الاعتداء وهذا من الإيذاء وربما انتشرت هذه الصورة فرآها الناس فزعوا أو قلق بعض الناس يقلق أو بعض الناس والعياذ بالله يعني لما ينظر إلى الصورة يقول والعياذ بالله هذا مات على شر حال وهو يعاني ويقاسي يعني سكرات الموت ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصور محتضرا ولا يجوز لإنسان أن يصور ميتا على الناس أن يتقوا الله وأن يحافظوا على خصوصية الناس وأن لا يرتكبوا مثل هذه الذنوب والآثام هذا يعني كون الجوال أو المحمول في يدك يسوّغ لك تفعل ما تشاء اتقوا الله في الموتى اتقوا الله في هؤلاء المحتضرين راقبوا الله عز وجل هذا اعتداء صارخ هذا ظلم هذا ضرر هذا إيذاء لهؤلاء الموتى ولهؤلاء المحتضرين ما حط طلب منكم الإنسان في مثل هذه اللحظات يعني أهم شيء عليه أن يموت على لا إله إلا الله أن يموت على خير وبعدين معلوم بأن الموت له سكرات له سكرات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من شدة سكرات الموت التي تعرض لها كان يغطي وجهه بقطيفة صلى الله عليه وآله وسلم يعاني ويقاسي ولذلك ما يصلح يا أخواني وأخواتي تصوير هؤلاء الموتى أو المحتضرين بمثل هذه الصورة البشعة وبعدين للأسف تنشر الصور وحتى الحوادث حوادث السيارات للأسف الشديد يعني بعض الناس الآن يمر في طريق وفي حادث سيارة والجثث متناثرة أو بعض المصابين في حالة خطيرة يصورهم بأي حق هذا من الذي سمح لك؟ من الذي أذن لك؟ هل كون وجود هذا المحمول بيدك يسوغ لك تفعل ما تشاء؟ اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هؤلاء الموتى وهؤلاء المرضى وهؤلاء المصابين وهؤلاء المحتضرين واعلموا بأن هذا الذنب سيحاسبكم الله عز وجل عليه وما القيامة فالله جل وعلي قل وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانَ وَإِثْمَ مُّبِينَةِ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار حما والله وجود حالة جنائية وجود مثلا أمر يعني يقدر بأنه ضروري تصور هذه الحالة هذا يتبع الجهات ذات الاختصاص أما الناس هكذا كل واحد الآن أصبح يصور وينشر هذا من الأخطاء الكبيرة فاطمة من رأس الخيمة بالأمس وصلت عفوا فاطمة من رأس الخيمة بالأمس أرسلت سؤال أو اتصلت نعم تقول بأن هناك رجل متزوج بامرأتين تقول طلق واحدة الثانية تطلق الجواب لا يا أخت الفاضلة كيف تطلق الثانية كل امرأة عقدها مستقل ليس له ارتباط بعقد الأخرى بارك الله فيك فإذا كان الرجل عنده أربع زوجات وطلق واحدة منه ما يطلق الباقي إذا كان عنده زوجتين طلق واحدة ما تطلق الأخرى بارك الله فيك الطلاق يوجه إلى كل امرأة بعينها أو أنه يجمعهن بالطلاق يقول كل كن الطوالق مثلا أما قضية طلق وحدة ثانية خلاص تطلق هذا كلام غير صحيح أمت الله من النرويج تقول يعني عندها مشكلة في الدورة الشهرية تأتيها مرتين في الشهر وأحيانا تصل إلى عشرة أيام تقول يعني ما موقفي من الصلاة والصيام أختي أمت الله بارك الله فيك طبعا عادات النساء في الغالب أنها تأتي مرة واحدة في الشهر هذا الغالب وتأتي ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام كما جاء في الحديث الصحيح هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للدم إذا تكرر على المرأة في الشهر الواحد فإنها تنظر فإذا كان نفس مواصفات دم الدورة فيجب عليها أن تجلس يعني لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم في رمضان ولا تقضي الصلاة أما إذا كان غير يعني مطابق لدم الدورة فإن هذا استحاضة هذا أشبه بالرعاف أشبه بالنزيف إذا سألتيني ما هو دم الدورة تعرفه النساء أسود فخين له رائحة كريهة إذا نزل يعني خرج يخرج سائل ولا يتجلط ولا يتجمد كبقية دم الرعاف وكذا هذا هو مواصفات دم الدورة فإذا حاضت المرأة في أول الشهر ومضى عليها أيام ثم نزل نفس الدم تجلس عادتها أيضا تجلس عادت حتى ترى الطهر حتى ترى الطهر وذلك والطهر يعرف بشيئين بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الشفاف الذي يخرج عقيبة دورة وبالجفاف بالنقاء وهو الجفاف الكامل التام بالجفاف النقاء الكامل إذا مدة يوم وليلة ما رأت شيء فهذا يعتبر طهر قضية حالتك أنت أخت الفاضلة من الضرورة جدا أنك تميزين لأنك امرأة تحيظين تميزين فإذا نزل عليك مرة ثانية بمواصفات الدورة يجب عليك أن تجلس لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعني ليس هناك فترة طهر مؤقتة ومنصوص عليها في الأدلة الشرعية يعني الآن لو طهرت اليوم وعفوا طهرت اليوم مضى يومين وبعدين نزلت نفس الدورة فإنك تجلسين أيام الدورة لأن الله تعالى علق الأحكام على وجود الدم أحيانا اختئامة الله قد يتصل بك الدم يعني يصير عشرة أيام عشرة أيام هذا من الدورة 11 يوم 12 يوم إلى 15 يوم فإذا استمر الدم معك 15 يوم تغتسلين وتصلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلس شطر دهرها لا تصلي تجلس شطر الدهرية لا تصلي فأخذ منه علماء على أن أقصى مدة للحيظ من حيث الأيام هو 15 يوم 15 يوم وتحسبين ما زاد من الاستحاضة بارك الله فيك علي من السعودي يسأل يقول هل من السنة ترك صلاة الظحى أحيانا لأنني سمعت بعض العلماء يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواضب على صلاة الظحى علي بارك الله فيك مسألة حكم صلاة الظحى حقيقة محل خلاف بين العلماء من العلماء من ذهب إلى أن صلاة الظحى بدعة وهذا أضعف الأقوان و قول مردود لأنه مصادم للنصوص الشرعية هذا القول الأول القول الثاني قالوا بأن صلاة الظحى سنة مؤكدة يصليها الإنسان يوميا و ذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر و حديث أبي هريرة أنه أوصاهم أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهما بركعتي الظحى و أيضا جاء في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة على كل سلامة من أحدكم صدقة و آخر الحديث قال و يجزع عن ذلك ركعتان يركعهما من الظحى و أيضا جاء في مسلم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها أربع ركعات قبل أن يخرج ضحا قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام القول الثالث قالوا بأنها مستحبة و ليست سنة مؤكدة يصليها أحيانا و يتركها أحيانا و هذا الذي سمعت أنت يا علي سمعت من بعض العلماء لأنهم يقولون مستحبة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواضب عليه لم يكن يواضب عليه في قول آخر قالوا يصليها إذا فاتته صلاة الليل فإذا فاتته صلاة الليل صلى الظحى من النهار الذي يظهر يا علي بارك الله فيك أن صلاة الظحى سنة مؤكدة تصلى يوميا يجوز للإنسان أن يواضب على صلاة الظحى لكن ليست بواجبة لأن صلاة الظحى نعمة من نعم الله سبحة الظحى هذه نعمة من نعم الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يواضب عليها كما عند مسلم ويمكن جوابا على من قال بأنها مستحبة وليست بسنة مؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لم يكن يواضب عليها ثم واضب عليها فالحرص على صلاة الضحى هذه يعني نعمة من نعم الله وفيها أجر ثواب عظيم وحديث يصبح على سلام كل أحد من الناس صدقة دليل عظيم على أهمية صلاة الضحى علي يقول يعني لو شخص التزم صيام داود كيف يعني يعمل مع الأيام التي يستحب صيامها كعرفة وعاشورة وبقية الأيام علي بارك الله فيك بالنسبة لمن صام صيام داود طبعا صيام داود أن يصوم يوم يفطر يوم يصوم يوم يفطر يوم فإذا وافق مثل هذه الأيام المشروع صيامها والمترتب على ذلك الأجر والثواب يصومها ولله الحمد فليس يعني الوصال بين يومين أو ثلاثة منهي عنه المنهي عنه وصال الدهر أن يصوم الدهر كله لكن لو أن شخص مثلا صام السبت وتبين بأن الأحد عاشورة مثلا يصوم الأحد ولله الحمد ما يفطر يصوم الأحد ولو أن شخصا صام الأربعة وتبين بأن الخميس عرفة يصوم عرفة بارك الله فيك ورضي عنك أسماء من اليمن طبعا أسماء مثل ما سمعتم التصار ردي والصوت غير واضح لكن فهمت أنا ما أدري على حسب فهمي بأن بنت مريضة وحدة مريضة فيها مس شيطاني وقرأوا عليها وبعدين قالوا لها اعقدي الزواج فهمت بأن لما تعقدين الزواج يعني تشفين أو شيء من هذا القبيل وقالت بأن هؤلاء يدخلون ويخرجون عليها اللي عقد لها هذا فهمي أنا ما أدري والله هذا فهمي يمكن نحتاج بعد من يترجم لنا أحيانا لمثل هذه الاتصالات وقالت كم ترقي نفسها أسماء بارك الله فيك بالنسبة للمرأة التي فيها مس وهذا المس ظاهر عليها بحيث أنها تتخبط وبحيث أنها غير متزنة في تصرفاتها وفي أقوالها وفي أعماء أفعالها مثلا هذا عيب يرد به النكاح فإذا تقدم الشخص لامرأة لديها مس شيطاني وهذا المس يجعله في حالة اضطراب وفي حالة يعني عدم سيطرة على النفس هذا ما يصلح فيه النكاح لا بد أن يخبر الزوج يقال لها المرأة فيها كذا وكذا والأمر الثاني إذا كانت المرأة لا ما يظهر عليها تخبط وما يظهر عليها كذا وإنما تسيطر على نفسه لكن فيه يعني يأتيها بعض الوساوس وكذا أيضا يخبر الزوج أنه قد يظهر في حالة بعد الدخول عليها وربما يمنع استمتاع الزوج بزوجته يعني يمنع كمال الاستمتاع أو يمنع الاستمتاع مطلقا وهذا مضر بالحياة الزوجية فيخبر الزوج يقول والله بنتنا هذه شوف طيبة الحمد لله ما فيها شيء لكن أحيانا تأتيها حالات تبغاها ولا على ما قال أنت يعني أمرك بيدك هذه بنتنا زين الأمر الآخر يعني إذا قال راقي من الرقات هذه المرأة فيها مس شيطاني ما يسمونه بالعشق وإذا عقد عليها شخص الآن ذهب عنها طيب يعني يوجد بعض الرقات يقول بهذا الكلام يقول بعض النساء معها مس شيطاني عشق أو كذا فإذا عقد عليها رجل صالح ذهب عنه هذا الأمر طيب ما في بأس ما في بأس قضية كم عدد الرقية لا عدد له ترقي نفسها في الليل والنهار ترقي نفسها قبل الصلوات بعد الصلوات الأمر واسع أختي الفاضل يبقى يا أسماء اللي ما فهمت أنا كيفية دخول هؤلاء الرقات وخروجهم ما أدري هل تقصدين بأن هؤلاء الذين يرقونها يكثرون عليها فيدخلون باستمرار هذا طلبها وطلب أهلها ما في شيء يعني يدخلون خمس مرات في اليوم على عدد الصلوات يرقونها ويقرؤون عليها ما في شيء هي تحتجب عنهم ما تكشف عليهم تحتجب عنهم أرجو أنني أنا قد أكون قد فهمت وأنا زدتك الآن الجواب زدت بعض المعلومات لك ولغيرك بارك الله فيك محمد من سوريا يقول يعني هو حاس بأن شخص عامل لعمل أو شيء يقول أنا متزود من ثمانطعشر سنة ومن ستة أشهر إلى الآن يقول أنا لم أستطع أن أقترب من زوجتي حاولنا المعاشرة لكن ما في شيء محمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة لعجز الرجل عن إتيان امرأته له أحد سببين إما سبب طبيعي وهو ما يسمى بالضعف الجنسي ويراجع الأطباء ويعني بما ينصحونه به مثلا أو يعطونه أدوية أو شيء من هذا القبيل وهذا موجود يا محمد عند كثير من الناس يحصل عنده يعني عجز إما سبب عضوي وإما لسبب واقعي يعني يعاني معاناة مثلا من عمل من مشاكل من فتن من كذا فيذهب إلى أطباء الأمر الثاني إذا قال لا والله الأمور طبيعية جدا والأطباء قالوا ما فيك شيء ممكن أن هذا يكون عمل يعني سحر يفرق بين المرأة وزوجته يعني يحاول أن يصرف الرجل عن امرأته وهذا موجود منذ قديم الزمان وعلاج هذا بارك الله فيك بالرقية الشرعية بالرقية الشرعية يا محمد بارك الله فيك أغلب الذين يبتلون بمثل هذا الأمر عندهم مشاكل فيتأخر الشفاء ويتأخر الدواء ما هي المشاكل أولا ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى ولذلك لديهم ضعف التوكل ما عند التوكل العظيم القوي الذي فعلا إذا سأل الله استجاب الله عز وجل دعاه ولذلك أهم شيء اتقوي قلبك في مسألة التوكل وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني من الأخطاء التي عند بعض الناس عنده تردد يقول خليني أقرأ قرآن وأشوف بعض السحرة والدجالين هذا خلط يعني ما يصلح بمثل هذه الطريقة فالآن قلبه ملتفت إلى غير الله كليا أو جزئيا لا أنت لابد أن تعلم بأن الله عز وجل هو الشافي سبحانه وتعالى وأن المسألة الشرعي أن تسرك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله أما هذا التردد هذا أشك بأنه ضعف ولذلك ينصرف الإنسان عن المشعوذين والسحرة والدجالين مسألة أخرى استعجال الإجابة بعض الناس يقول لك يا أخي أنا دعوت من ستة أشهر دعوت من خمسة أشهر ما في شيء لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحد يكون ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي يبقى قضية العلاج ما هو العلاج في قراءة سورة الفاتحة وقراءة القواقل الثلاثة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أو مثلا يعني تقرأها على نفسك أو تقرأها في في ماء وتشرب هذا الماء تشرب هذا الماء تقرأ في ماء وتشرب أو تقرأ على زيت زيتون مثلا وتمسح بدنك أنت وزوجتك مثلا قد يكون الأمر من جهة زوجتك وليس من جهتك أنت فتشتركان في هذه المسألة وإياك ثم إياك أن تلجأ إلى السحرة أو الدجالين أو المشعوذين قد تجد عندهم ممكن حل لكن هذا طريق بدعي هذا طريق يقود إلى النار وهؤلاء ربما لا تستطيع التخلص منهم مستقبلا لأن هؤلاء رسل إبليس هؤلاء سفراء الشيطان هؤلاء الذين ربما فعلا يعني حريصوا على أن يعطوك أمل لكنهم يدخلونك في دهاليز الشرك والبدع والخرافة أنا أعرف شخصي أخوي الفاضل ليلة زواجه ما استطاع أن يأتي أهله وأتى إخوانه وأشقائه حاولوا أن يأخذوه إلى ساحر أو مشعوذ ورفض قال والله لا أبعديني لو بقيت الدهر هذا كله ثم ذهب إلى أحد المشايخنا الفضلة رحمة الله عليه توفي وقال له يعني بأني أنا والله كذا وكذا فقرأ عليه المعوذتين فقط فقط المعوذتين ورجع سبحان الله وأمور طيبة فبارك الله فيك احرص على الرقية الشرعية طبعا هناك أدعية كثيرة رب الناس أذهب الباس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بعزة الله وقدرته من شري ما أجد أو حاذر أعوذ بكلمات الله التامات من شري ما خلق بارك الله فيك يا محمد أمت الله من السعودية تقول عندي مريض أريد أن أقرأ سورة البقرة عليه بنية الشفاء له هل هذا يصح أخت أمت الله بارك الله فيك وشفى الله مريضك وعافاه وقوم بالسلامة يا رب لا هذا ما يصرح ما يصرح تقول الله أنا أقرأ سورة البقرة بنية الشفاء عن ابني لا ما يصرح هذا اقرأ سورة البقرة عليه اقرأ سورة البقرة عليه وأفضل شيء أنك تقرأين سورة الفاتح يعني تجي عند مريضك وتحطين يدكي مثلا على رأسه وين مرضه برأسه بصدره بأي مكان تحطين يدكي ليمنى حطيه على مكان الألم وإقرأ سورة الفاتح وكرريها سبع مرات مثلا ويقرأ يقول هو الله أحد ويقرأ يقول أعوذ رب الفلق ويقرأ يقول أعوذ رب الناس وبعدين قولي رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقمه أيضا الأدعية الأخرى وأكيد حافظتها أنت أما تقول لا أقرأ البقرة بنية كذل لا 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 يصرح هذا يعني قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأحياء أو للأموات أو للمرضى ولا الصاحين هذا ما عليه دليل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك فأنت ليش خالفت الطريقة الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ورحت لشيء ما عليه دليل ما عليه دليل فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تقرأين عليه وتنفذين الفاتحة وتنفذين عليه وإذا جاء مثلا تضعين يدك على موضع الألم وتعلمين هو المريض أن يضع يده على موضع الألم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شريم ما أجده أحاذر ويقرأ الفاتحة ويقرأ المعوذات بارك الله فيك الأخت أمة الله أيضا تقول هل لازم أقرأ كل أخت الفاضلة قراءة سورة البقرة تحصين وليست رقية انتبهي قراءة سورة البقرة كاملة تحصين وليست رقية تحصين مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أنت قاعدة تحصنين نفسك وبيتك وعيالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان زين فهذه تحصين الرقية أنك تقرأين الفاتح عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمها رقية الرقية أنك تقرأين القواقل الثلاثة لأن الله تعالى أنزلها شفاء بإذنه جل وعلا أمت الله تقول عندنا مريض في المستشفى وسريرة إلى جهة غير القبلة يعني تقول ماذا نعمل يا أمت الله بارك الله فيك عندك الخطوات التالية أولا تطلبين من المستشفى بأنهم يعني يستقبل فيها القبلة تقدرين إذا قلتيني نعم الله يقويك يقولي لهم هذا مريض الحمد لله محافظ على الصلاة شوفوا له سرير إلى جهة القبلة أو لعدلوا سرير الخطوة الثانية تقول لا ولا صعب كلمناهم وقلنا لهم قالوا ما يمكن خلص فأينما تولوا فثم وجه الله إذا جاء يصلي إذا يقدر استقبل القبلة الله أكبر وبعدين يلتفت طيب إذا ما يقدر واضح أنه ما يقدر لأنه إذا ثبت إلى القبلة استطاع وذلك بعض المرضى الآن سريرة إلى غير جهة القبلة لكن يقدر يجلس طيب إذا جلست على السرير استدر إلى القبلة ما في داعي تقول مدام أن السرير حاطينا بهذه الطريقة وإنك قادر على استقبال القبلة ما تستقبلها هذا غلط فمدام قادر أنك تستقبل القبلة وإنك جالس استقبل القبلة الشخص يقول لك لا ما هو على ظهره مسكين ما يقدر ومرضى شديد إذن يا أخت الفاضل يقول لي إذا استطاع يقول الله أكبر ثم يتجه مثلا وإذا ما استطاع معلي الشيء فأينما توله فثم وجه الله بارك الله فيك أمت الله تقول هذا المريض يعني ينزل يعني تنزل النجاسة في الحفاظة وتقول بأنه من أسبوع كامل ما صلى ويقول بأنه غير طاهر أختي أمت الله أنا نبهت كثير على مسألة صلاة المريض وبيّنت بأن الصلاة ما تسقط لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في حال طهارة ولا في حال نجاسة ما تسقط الصلاة من أعظم الشعائر التي فرضها الله عز وجل أعظم ركم في الإسلام بعد الشهادة هنا الصلاة والصلاة الشيء الوحيد اللي ما يسقط ولا ما دام أن الروح تتردد والعقل موجود ولذلك الإنسان الذي يقدر على الطهارة يتطهر ويصلي اللي ما يقدر على الطهارة مثل مريضكم الله يشافيه وعافيه يصلي على الحال اللي هو عليها ليش؟ لأن هذه قدرته هذه إمكاناته هو ما تعمد هذا الشيء والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قل جل وعلا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وعندنا في الفقه ما يسمى بفاقد الطهورين رجل ما يستطيع يتوضى لا بالماء ولا يتمن بالتراب هذا معذور هذا اللي يخرج منه مريض هذا من أصحاب الأعذار عندنا صلاة أصحاب الأعذار في الفقه إنسان عنده ريح يستطلق ما يتحكم بنفسه الرجل عليه عنده سلسبول امرأة مستحاضة هؤلاء الأصحاب أعذار حتى لو ينزل عليهم أثناء الصلاة فهمي مريضكم وقل لي له هذا الوقت هو يعني من أهم الأوقات اللي حافظ فيه على الصلاة وعلى ذكر الله لأنه مريض وبعدين قل لي له اطمئن بالنسبة لهذا اللي ينزل معك ما هو يعني بإرادتك هذا هذا خارج عن إرادتك يصلي على الحال طبعا هذا بعد ما تقولين لي أنت والله ما يقدر خلاص لا يقدر يروح حمام لا يقدر يتوظى بالماء لا نقدر نجيب له تراب يتيمم خلاص يصلي على الحال اللي هو عليه إذا استطاع يتوظى بالماء يتوظى ما استطاع يتيمم ما استطاع يصلي على الحال اللي هو عليه أم عبدالله من بريطانيا قالت بأني سمعتك في جواب أمس على مسألة يعني مسألة أذان المرأة وإقامة المرأة تقول ما عندنا مساجد نحن وكيف نفعل أم عبدالله الله يرضى عليك يبارك فيك بالنسبة للمرأة ممنوعة من الأذان سواء كانت في بلد فيه مساجد أو في بلد ليس فيه مساجد في بلد يؤذن أو في بلد لا يؤذن فيه سفر في حضر المرأة ممنوعة من رفع صوت لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت ولذلك الأذان تعريفه هو الإعلام بدخول وقت الصلاة وهذا اللي سمعت أنت مني بقي قضية الإقامة أنا ذكرت الخلاف يمكنك انتبهتي بالأمس ذكرت الخلاف قلت بعض العلماء يقول نعم المرأة عليها إقامة وبعض العلماء يقول لا المرأة ما عليها إقامة وبعض العلماء يقول إن شاءت إذا حبت تقيم ولا أقامت وإذا ما حبت تقيم ما تقيم لأنه ما فيه دليل واضح أنا اللي أرجحه وأتكلم في هذا البرنامج وغيره بأن المرأة ليس عليه لا أذان ولا إقامة الله يعني خفف عنها لا أذان ولا إقامة لكن إذا حبت تقيمين الصلاة أقيم لكن ما تأذنين يا أم عبد الله بارك الله فيك أم عبد الله في أذانها الثاني جاءت بالعجب مع أن أم عبد الله ما شاء الله أظن مواضبة على البرنامج من قديم وتسأل يعني تقول يعني الأذان الموجود هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن تقول أنا ما أعرف الأذان إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أم عبد الله بارك الله فيك الظاهر أنت تأتين للأذان في نصفة أو في آخرة وتسمعين هذا سامحيني أنا أقول هذا من باب فقط يعني تلطيف الجو هذا أذان هذا الأذان الذي عندنا هو الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا الأذان ما تغير الأذان ما تغير هناك بدع زيدت في الأذان ما نقصوا لا في بدع زيدت في الأذان موجودة يمكن تسمعينها لكن جمل الأذان هذه الله أكبر أربع مرات أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر مرتين و يختمها ب لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبعدين في الفجر بعد حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم فهذا والأذان الله يرضى عليك ما فيه شيء أنا ما أعرف بحدود اطلاعي وعلمي أن دولة من الدول الإسلامية يؤذن المؤذن فقط الله أكبر الله أكبر لا إله أنا ما أعرف هذا أنا ما أعرف أبدا ولا أحد نقل وهذه أول مرة أسمى أحد يقول هذا الكلام اللي أعرف في بعض الجهات الأذان ويزيدون عليه وهذا مخالف وبدع في دين الله يزيدون ما ينقصون بارك الله فيك عبد الله أيضا سألت تقول يعني أنا بالنسبة للدعاء لأولادي تقول أنا ما أقدر أسجد لأني أصلي على الكرسي و لما أريد أن أدعو إلى أولادي أدعو لهم في السجود تقول أسجد بعد الصلاة سجد الحال هل الدعاء فقط تقول هل هذا جائز أم عبد الله بارك الله فيك أنت تسجدين الله يرضى عليك في صلاة الفرض من اللي قال لك أنك ما تسجدين الآن أنت تصلين على الكرسي ها الله أكبر تقرأين الفاتحة والسورة ثم تقرين الله أكبر هذا وش هذا ما هو هذا ركوع الله أكبر سمع الله لهم أنت ركعتي و بعدين الله أكبر سجدت الآن هذا سجود يعني كونك ما حطيت رأسك على الأرض خلاص مو بسجود لا هذا سجود أنت عاجز عن السجود على الأرض و لذلك هذه سجدة بارك الله فيك فإذا قلت الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى اللهم اغفر لي و لوالديه اللهم احفظ أولادي هذا سجودك أنت هذا سجودك أنت و سجود كل إنسان ما يقدر يستدعى على الأرض بارك الله فيك فأنت إذا سجدت بهذا الطريق إيماء برأسك فقط فأنت ساجد و لله الحمد أنت الآن في حالة و هيئة السجود هذا أقرب شيء بالنسبة للعبد مع الله عز وجل أقرب ما يكون العبد إلى ربي و هو ساجد سواء في الهوى و إلا على الأرض أنت ما اخترت هذا السجود عبثا أنت مضطرة إلى هذا السجود هذا الأمر الأول أمر الثاني أختي الفاضلة أنت قلت بأنك تقدرين تسجدين على الأرض بعد الصلاة لكن بصعوبة هنا عندي مشكلة معك يعني هل أنت الآن في الفرض قادرة أن تسجد على الأرض لكن بصعوبة إذن كيف تسجدين في الهوى من دون السجود على الأرض فإذا كان عندك قدرة على أنك تسجدين بعد الصلاة على الأرض سجدة واحدة هكذا إذن أنت قادرة على السجود في الصلاة ما يحلك ولا يجوز لك أنك تسجدين هكذا بالإيماء تقول والله أنا غير أنا إذا جلست على الأرض أرمي نفسي على الأرض في سجود ممكن لكن ما أستطيع القيام ما أستطيع النهوض ما أستطيع كذا تكونين معذورة يبقى عندي مسألة أنك تختارين سجدة بعد الصلاة ليس لها علاقة بالصلاة وليس لها علاقة بسجدة التلاوة ولا بسجد الشكر ولا بسجد سهو هذه بدعة هذه بدعة من البدعة تقول والله أنا أريد أدعو الله بعد الصلاة لكن أضع رأسي على الأرض هذه مخالفة ومحدثة وبدعة ما يصلح يا أم عبد الله بارك الله فيك لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما فعلها الصحابة ما فعلوها ما نص عليها أحد من أهل الإسلام المتبوعين المعتبرين المشهورين ما أحد نص على هذا ما في شيء اسمه سجدة لوحدها للدعاء بعد الصلاة ما عندنا شيء من هذا القبيل السجدات إما سهو لخطأ في الصلاة قبل السلام أو بعد السلام إما سجدة تلاوة مر إنسان بآية سجدة في القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إما سجدة شكر مثلاً عندنا سجد السهو سجدة التلاوة وسجود الشكر إنسان تجددت له نعمة أو اندفعت عنه يستدن الله شكر أما قضية أني أختار سجدة هكذا من دون سبب لأدعو فيها لا هذه تتركين يا أم عبد الله بارك الله فيك ومثل ما ذكرت لك في الإيماء تدعي لأولادك وتدعي لنفسك أم أحمد من اليمن تقول يعني عندي شعر طويل جداً وزوجي رافض أقصة تقول أنا مسبب لي آلام ومتعب يعني ما الحكم أم أحمد بارك الله فيك إذا كان يعني هذا الشعر يعني فعلاً ما يضر بقاؤه ولا يؤثر عليك وكذا وطلب زوجك ذلك تطيعين زوجك أما إذا كان لا يسبب لك صداع وأمراض مثل ما ذكرتي لا بد أن تقنعي زوجك فإن اقتنع الحمد لله قولي له أقص منه شيء يسير مثلاً وإن لم يقتنع أنت لك الحق الكامل في دفع الضرر فإذا كان هناك ضرر سبب لك صداع يعطل حياتك يعطلك عن القيام بالواجبات ما في بأس أنك تقصين بقدر حتى لو لم يأذن لك الزوج بارك الله فيك أم عبد الرحمن من دبي تقول يعني أنا ما أحفظ القرآن هل القراءة تكفي؟ نعم يا أم عبد الرحمن حفظ القرآن سنة ولو الإنسان اكتفى بالقراءة بركة ولله الحمد والمن أم أحمد من أبوظبي تقول يعني في بنت من بناتي زعلانة عليها أنا وقلت لها لا تدخلين في رصيدي شيء وبعدين قلت لها نذرت أنك ما تحطين شيء والآن تقول ترسل ماذا عليه أم أحمد يظهر والله أعلم أنك قلت نذرت يعني حلفت هذا يعني أخرجت الحلف مخرج النذر ولذلك عليك كفارة يمين أطعمي عشر مساكين بارك الله فيك ورضي عنك أم أحمد تقول صليت العشاء ونمت مباشرة إلى الفجر وما صليت الوتر قضيت من اليوم الثاني بعد صلاة العشاء أم أحمد بارك الله فيك الوتر يقضى في صلاة الضحى وليس بعد العشاء فأنت فاتك الوتر إذا فاتك الوتر وتنبهت ثاني يوم بعد الفجر تقضين وقت صلاة الضحى شفعا لا وترا أنت تقول صليت بعد العشاء اليوم الثاني لا هذا ما يسمى قضاء بارك الله فيك أم تقول الله من بريطانيا تقول يعني أنا أصلي جميع الأوقات إلا الفجر ما أستطيع لأني أخذ دواء اكتئاب وشيء من هذا القبيل أخت أم تالله طبعا الأصل أن الإنسان يواضب على الصلوات الخمس في أوقاتها إلا لعذر فإذا كنت أنت تقول والله تقولين أخذ دواء اكتئاب ويجعلني أنام حتى أني ما أشعر بأحد أنت معذورة النبي عليه الصلاة والسلام يقول النوم لا تفريط فيه أو لا تفريط في النوم وأنت معذورة بارك الله فيك ما عليك شيء لكن بمجرد أن تستيقضي يجب عليك أن تصلي مباشرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أمت الله تقول قبل ثلاثين سنة كان عمري ثمنطعش أو عشرين سنة عمري تقول أفطرت في رمضان يومين أو ثلاثة تقول لي يعني ما صمتم ما قضيتم الآن ما أقدر أصوم ماذا علي أطعمي أطعمي عن كل يوم مسكين بارك الله فيك عن كل يوم مسكين ما دمت أنك عاجزة عن الصيام مطلقا أما تقول لا أنا